وما فيش أمبل من دور للرياضة إلا وهي بنجومها ورموزها بتدعم العمل الخيري والعمل الإنساني وما فيش عمل إنساني وخيري أكبر وأبرز دلوقتي من مستشفى القلب في أسوان للدكتور مجد يعوب عشان كده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والدكتور محمد شاوي عضو مجلس الإدارة حارسين على الترتيب لزيارة للكابتن الخطيب والمعادة دكتور شاوي لمقر مستشفى القلب في أسوان ده بالتنسيق مع الدكتور مجد يعوب المؤسس والرئيس الفخر لهذه المؤسسة الطبية الخيرية اللي بتقوم بدور كبير جدا في علاج مرضى القلب في الصعيد الحقيقة النادي الأهلي مش سايب مجال ومش متجاهل مجال إلا بيحدث فيه متابعة دقيقة وترجمة دقيقة لقيمة تقليد النادي الأهلي والوعودة التي بيلزم نفسه بيها وبيطبق منطدق الدور المجتمعي اللي بيوم بين نادي الأهلي هو على أرض الواقع فيه ترجمة دائما له كل الشكر والتأدير للدكتور مجد يعوب هذا الإنسان الرائع جدا جدا تتكلموا على بروفوسير يصل إلى يبقى ده السير في إنجلترا ولوه هذه المكانة العالمية الكبيرة جدا يرجع لوطنه ويرجع لبلده ويرجع لناسه عشان يمد يده وعلمه وخبراته لعلاج سنيد النموذج الرائع الذي يجب أن يتأثى به كل ناسنا المهمين في الخارج ارجعوا بلدكوا وقدوا مساهمات كلهم في مكانه علشان البلد دي محتاجة لكل مجهود وكل وحد ناجح برا ياخد بإيدها خطوة احنا يا جماعة يعني عايزين نعوض اللي فات السنين اللي فاتت دي نقدر نعوضها بخطوات واسعة إذا كان فيه جهد محلي بيبذل بشكل غير مسبوق لتعويض المسافات والسباق الزمن يبقى احنا محتاجين النماذج اللي زاد دكتور مجدي ترجع بلدها تدي إسامات وترجع تكمل نجاحاتها في الخارج بس يدولنا من خبراتهم ويدولنا من تواجدهم المسأل الطيب اللي نقدر نبني عليه